السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد على القناة أزمة سيارات راه يعاني منها المواطن الجزائري يوميا سواء المواطن اللي عنده سيارة ولا المواطن اللي ما عندهش سيارة كذلك نشوف المواطن هذا راه يعاني من ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات وقال لك السبب ارتفاع أسعار النقل وأزمة كورونا مكفيش ارتفاع الأسعار يزيدوا يظهرون مضاربين وصماصر كذلك راه يمصوا في الدم تاعة المواطن الجزائري نحكيوا على المجال تاعة السيارات تخيلوا أخوتي سيارات اللي راه يدخلوا حاليا واللي يصرح عليهم زير صناعة هم عبارة عن سيارات موجهة لإعادة البيع تخيل انت سمصار يروح يجيب لك سيارة من خارج ويعاودي بحالك للمواطن الجزائري بسعر جد مرتفع تخيل انت تسريد سيارة بربعمية مليون لكن سمصار هذا ما يوفر لك لخدمة مبادة البيع لا قيطاع الغيار لا ضامن لا هم يحزنون معناتها تتشري ربعمية مليون تروح تلوحها حتى المواطنين لازم يفيقون النقطة هذه تخيل انت تتشري طول مبيل بربعمية مليون وفيها حتى قارنتي هذا خطر كبير نحكيه على المواطنين اللي كانوا شروا سيارات من قبل بلكن نحكيه على 2017-2018 تخيلوا معي أخوتي اللي شروا على وكالة السيارات مصانع الأجنبية قامت بفسخ العقود مع وكالة السيارات هذوكا وبالتالي لما فسخت العقود هذا المواطن اللي شروا سيارة عنده عماين ولا ثلاث سنين ما يستفيدش من الضامان هذا وما يقدرش الواكيل يوفر له قطاع الغيار لأنه ما عندوش الاحتماد باش يجيب قطاع الغيار من عند المصنع ومعنتها تقريبا كيما دالوا قاناة شروق ربع مليون سيارة رهيب للضامان معنتها التارك تمشي وربي راه وربي هو اللي يضمن فينا لكن ان تارك تمشي وقادر في أي وقت مع الباليشانة يتخص قطاعها تغيير ولا مع الباليشانة ما تصيبهاش لأنه الواكيل هذا المصنع في سخلو العقدة تاعه كذلك نحكيه على مجال تلك السيارات المستعملة المواطنين رهم يعاني وراهوا اللعف في الكونتور يلعبوا في الكونتور الكونتور ماشي ربع مئات الفي عود يرجعوا لك مئات الف ونت تشريها على أساس أنها سيارة جديدة بعدها تقول رح نمشي بيها تضرب على الفرامة تصيبوش تزيدوا حوادث المرور والله المواطن الجزائري ايراه يعاني في الضامان هذا تع مجال استيراد السيارات بعدها يخرج لك وزير الصيناعة يقول لك الهدف التعنا صيناعة السيارات ما علي إيش حاجك بيه حاجة مليحة هذي وماذا بينا ونرحبوا بيها في البلاد التعنا لكن أين هو تصنيع السيارات عدنا عاما يصاف يدوزون وإحنا نسمعه قال لك تصنيع السيارة تصنيع سيارة تصنيع سيارة تراه بيدك ماذا بينا تقلع صيناعة سيارة ماذا بينا اليوم قبل غدوة لكن أين هو تتسيد هذه التصريحات تصنيع السيارة الله أعلم أنتم في بالكم مشكون مستثمر اللي يجي ينفستي دو مليار دولار زوج ملاير دولار بيش يصطالي وزين تح سيارات يصطالي لك مصنع تح سيارات أنتم في بالكم كان مستثمر يجي حاليا في الوقت الراهن ينفستي زوج ملاير دولار في الجزائر بيش يدير مصنع تح سيارات أن تبلي هذا الأمر مستحيل إلا إذا صاب امتيازات كبيرة تمنح له العقار تمنح له ديزافونتاج ما يخلص لذارة إبلا إلى آخر إما أنت ما رح نديره إليه حنعوده ندوره في نفس السيركوي هذا كان نقعده ندوره فيه كذلك إحنا ألجأنا إلى الحكومة بيش تستوردنا السيارات على الأقل ما بيد ما يديره صناعة سيارات إذا درت صناعة سيارات عاود حبسنا هذا الهمتع استيراد ولا تركيب السيارات الحكومة قال لك ما كيش الدوفيز وبعدها يقول لك خدمات ما بعد البيع لازم تكون متوفرة عند الوكالة إحنا راني نشوفه في الجمعية المحتمدين هذو تعلي الدو من وزارة الداخلية قال لك راني نعانيه قال لك ما رانيش خدمين عدنا مباني خدمات مع بعض البيع رايحبسة العمال سرحناهم قدرنا هذك خلاخل ليشورهم إلى آخره داروهم وراهم حابسين رام يستنوا في استيراد السيارات معنتها مفهمناش التناقض هذا الكبير ولازم نفرقه بين الجمعية هذه وكذلك المجمعة وكالاء السيارات المجمع هذك اللي كان يهضر هذك لازم يطولوا الاحتماد باش يقدر يدير جمعية معتمدة لكن الجمعية هذه عندها الاحتماد اللي تحصل عليه عن طريق روجيس كوميرس ولا عن طريق السجل التجاري الحكومة قال لك غير قادرة على توفير السيارات بسبب العملة الصعبة رام خايفين على العملة الصعبة ياسيدي الحل سهل ماذا بينا يتم تجميد الرسوم الجمركية والضرائب على استيراد السيارات الجديدة قال ما احنا مقدرناش نستوردوكم استوردو المواطن يروح يشري سيارة واحده لكن ما يتحش الضرائب لانه من غير المعقول انك انسان يستورد بالاموال تاعد الدولة ولا بسعر البنك الرسمي يدفع نفس الضرائب تاعد واحد يستورد بالاموال الخاصة تاعده بسوق السكوار والله هذا امر غير عادل كيفاش انا نروح نستورد سيارة بالاموال التاعي منشريها من السكوار الى اخره تفرض عليها نفس الضرائب بتاع واحد يشري بسعر البنك الرسمي هذه ماهيش منطقية معناتها لذلك احنا يا كحل ممكن الدولة باش يدخلوا سيارات شعبية احنا مش نقوله يدخلوا سيارات الفخمة الى اخره ماذا بينا سيارات شعبية اللي راهم محتاجها المواطن البسيط اللي يقضي بها اصوال حول ثم الدولة قال لك المواطن يقدر فقط يخرج 7500 اورو ميناء الجزائر ماذا بينا سيارات اللي يدخلوا تعفوهم من الجمال والرصوم الى اخره سيارة شعبية تكون القيمة تحب من 7500 اورو وهبط ماذا الدولة راه يمسقف ب7500 اورو ما نتقدروا لنا سيارات من 7500 اورو وهبط وما ندفعوش عليهم الضرائب ونروحو نستوردوا وحدنا فقط نقصونا في الضرائب وكين حتى وكالاء ممكن عندهم علاقات منها مع المصانع ممكن يستوردوا سيارات في الحالة هذه اذا نقصوا في الضرائب والرصوم الجمهور وفي الحالة هذه المواطن رح يربح سيارة بسعر المصنع وقدر حتى الوكيل يوفر له القارنتي الى اخره مع انت الحل الان يكمن في مراجعة الرسوم الجمهور والضرائب المفروضة على السيارات الشعبية قلنا سيارات شعبية سيارات اللي اقل من 7500 اورو خليوها تدخل للبلاد نحيولها الضرائب الرسوم الجمهور كي نستوردوها بالاموال الخاصة تعنا نروح ونشر من الساكوار يسيدي هذا ما كان يقول لك عدنا علاقة اقتصاد الى اخره كان كذلك حل تقدر تدير المواطنين ليستوردوا مع الدول اللي تخدم معهم الجزائر وعندها علاقات تجارية هذو هما اللي يستفادوا من التخفيض في الضرائب حاجة سهلة نديروا اتفاقيات قال الجزائر تخدم ما نشعرف مع الاتحاد الاوروبي ولا مع اليبي ازياتي كمع الصين ولا مع بليشنايا قال الناس اللي تستورد من الدول الاسيوية مع الصين مثلا لانه عدنا علاقات تجارية معها ولا الاتحاد الاوروبي هذو ما يدفعوش درائب يستورد سيارة اقل من 7500 اورو انا نتبع لهذا هو الحل الى الدول راه عاجزة عن توفير السيارات الجديدة وراهم يقولوا تصنيع السيارة توفر دير هذا حل استثنائي اللي تدير تصنيع السيارات في الزائر ما عندناش حل اخر هذا هو الحل الوحيد والانجع باش نخضيه على ازمة السيارات المونطرواز اسمعنا وزير الصين اقل لكراه على مستوى الحكومة ومستوى المؤسسات المالية ما كان ويلو المونطرواز عند التصريحات التي عنده بثل من 14 اين هو استيراد سيارات الاقل مثال سوى انهويت الله اعلم معنتها الحل يكمن في تخفيض الضرائب ولا نحيوها نخليه فقط الرسم 16% ولا 14% وينحو الضرائب الاخرى ويخلو المواطن يجيب وحده والسيارات لازم ما تكونش اكثر من 7500 اورو سيارات شعبية لانه اذا الامريكاين في تونس الدولة في تونس رهي تستورد سيارات شعبية المواطنين ما يخلصوش عليها الاسسانسيال ان شاء الله يشوفوا في المواطن هذا والسلام عليكم ورحمة الله